صلتت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على حجم الدمار الذي لحق بقطع غزة مشيرة إلى أن افتقار إسرائيل لإستراتيجية ما بعد الحرب يهدد بإنهيار الحكومة الإسرائيلية أوضحت الصحيفة الأمريكية أن القوات الإسرائيلية تخوض حربا عنيفة في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة مشيرة إلى إصدار بني جانس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي اندارا لرئيس الوزراء بنيمين نتانياهو بضرورة وضع خطة لإنهاء الحرب بحلول 8 من يونيو المقبل فيما تهدد استقالته بزعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية الهشة كما أشارت واشنطن بوست إلى تحذير الإدارة الأمريكية لإسرائيل من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية اشتركوا في القناة